مارسي الكولر في ظل هذه الغيابات انه يصل بالنادي الاهلي وانا مكون مع بعض النهاردة بالنهارة كريم اتلك هذه المباراة الاصعب في موسم النادي الاهلي الحالي ليه؟ مش علشان مازينبي هو اقوى من زمالك وبرمتز محليا والاقوى من ساندونز والترجي افريقيا لا لانه هذه هي اللحظة الاصعب في هذا الملعب في ملعب لمباشر للنادي الاهلي بيحقق فيه رقم وبيكسر عقدة هتقول لي عقدة ليه ما هو بالاهلي اتعادل قبل كده والزمالك اتعادل قبل كده في 2002 على ملعب تاني على ملعب ماليبو ملعب ده بملعب لمباشر ده افتطح 2012 الانديها المصرية راحت تمام مرات كان للزمالك المصريب الاكبر من الهزائم بتلاتة يليها بيرامدز رجب انه حديث العهد بتنين ثم هزم الاهلي واسموحة والاسمعي كل انتهزم مرة محدش بروح هناك ولا بيتعادل ولا بيسجل اصلا انت بتروح تمام مات شاط تتغلب تعيش وترجع يعني الفرق المصرية على ملعب على ملعب مزم بفلم المباشر 8-0 مزم ب8-0 الانديها الماصرية بما فيها هزيمة للنادي الاهلي نفسه المال انه عمومة في الملعب القديم والملعب الجديد ما فيش فريق مصري خرج من الملعب دوات بماكس сигششش بخ نظيفة –الشبخ نظيفة ولا مكسة تعادلين للاهلي والزمالك –الملعب القديم –agu gdzieبك عال results للأهل وزمالك. لكن على الملعب العديم في نفس البطولة. الاهل تعادل في دور المجموعات والزمالك تعادل في السيميفايل. فانت بتتكلم انك كسرت بالجيل ده بالمدير الفني ده لأول مرة بتكسر سلاسل الهزيمة للأندية المصرية. بما فيها النادي الاهلي في الملعب ده في المنباشر. في ظل هذا النقص العادة دي. فانت المفروض اللي جاي في لعبة هترجع لك بعد كده في خلال الفترة اللي بالمناسبة كمان جاي بخسارة من الزمالك. في ظل حالة فنية مرتبطة بنقص ومرتبطة بأخطاء ومرتبطة بسوق حالة بعض اللاعبين. فانت في حالة مش في أفضل حالتك. وده اللي هيوصلني بقى البقية للحلقة. انه قولك انه انت قادر تعمل ده زي ما ريال مدريد في نسخ اللي فاتت كان بقدر يكسب. وهو مش الفريق او الطرف الاقوى. الاهلي ماشي بنفس النحل.